برج الحمل غدا الثالثة عشر من نوفمبر 2023 على المستوى الشخصي في أوقات الشدة تصبح علاقتكما أقوى فأقوى سوف يفاجئك شريكك عندما لا تتوقعه على الإطلاق السفر إذا كان لديك أطفال وتسافر تأكد من أن لديك وسائل للترفيه عنهم المال اليوم يوم مثالي للاستثمار في العقارة أو سوق الأسهم قم بشراء تذكرة يا نصيبة إذا كنت تشعر بأنك محظوظ جدان مهنة أنت تتعلم أنه قد تكون هناك طريقة لتحويل هواية إلى وظيفة بدوام كامل أمنح نفسك بعض الوقت للتفكير في الأمر صحيا لا تشاهد التلفاز حتى وقت متأخر بل لا أسترخ وأحصل على ليلة نوم جيدة سوف تحتاج إليها في كل ما سيأتي به الغد العوطف أحد أفراد العائلات الذي يعاني من مشكلة سوف يثيقه بكاه لا تحتاج إلى حل المشكلة كل ما عليك فعله هو التواجد بجانبهم والاستماع إليهم أتس في إتقان الثات إنه الوقت المناسب لتحديد الأشياء في حياتنا التي تجعلنا نشعر بأننا خارج نطاق السيطرة مثل الإدمان وديون والعمل على التحرر من هذه الأعباء العاطفية قد نكون قادرين على تخليص أنفسنا من الزبالة الزائدة في حياتنا المادية أو الروحية قد نتحرك نحو التعمق أكثر في الألغاز المحيطة بنا بدلا من البقاء راضين بالوضع الراهن إن أخذ الوقت الكافي للفهم دوافع الآخرين يمكن أن يثري مشاعرنا الحميمية يمكننا استخدام هذه الدورة لتطوير مشروع أو علاقة معينة للمساعدة في إضافة الهدف والعمق إلى حياتنا يمكن أن يكون أيضا وقتا للبحث عن طرق لتخلص من خفنا من المواجهات والمواقف العاطفية الثقيلة نحن نكتشف أنه على الرغم من أنها قد تكون غير مريحة إلا أن هذه المواقف يمكن أن تقودنا نحو الشفاء النفسية ومع ذلك مع مواجهة القمر الجديد لأورانوس بقوة فمن المحتمل أن نواجه مقاومة من الآخرين ومن الداخل قد تكون الأحداث غير المتوقعة جزءا من الصورة الآن وذلك بشكل ساسي من خلال علاقتنا وإلقاء الضوء على منظور مختلف هذه الطاقة متمردة وإحساسة خاصة إذا شعرنا بالقيود قد نحتاج إلى التعامل مع عوامل التشتيت ومشاعر السخط الأمر الذي قد ينقودنا إلى مصارات غير متوقعة قد تؤدي للاضطرابات الآن إلى الرغبة في استكشاف الدوافع وفهم المعاني تحتاج العلاقات الحميمة إلى نهج جديد ويمكننا أن نرى هذا بشكل أكثر وضوحا الآن ولكن تفاعلاتنا يمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية إذا كنا نعمل على الطيار الآلية إن اقتران القمر الجديد مع المريخ ومعارضة أورانوس هو أمر مشاكس ومزاجي ومتعمد يمكن أن يكون هناك دافع قوي لدفع بداية جديدة للأمام على الرغم من وجود طاقة غير منتظمة أو متمردة إلى حد ما يمكن للشمس التي تعارض أورانوس اليوم أن تثير الحاجة إلى مراجعة رغبتنا في المزيد من الحرية لقد وصلنا إلى نقطة للتعرض الكامل خاصة فيما يتعلق بقضايا الاستقلالية والابتكار والاستقلال من المحتمل حدوث التغييرات المفاجئة في الخطط وقد يحفزنا ذلك على تجربة أساليب الجديدة إن التافع للقيام بشيء جديد موجود لدينا ولكن قد لا يكون لدينا تجاه أو هدف بعد ومن الأفضل تجنب اتخاذ قرارات متصرعة